بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا السؤال أيها الأحبة تكرر عدة مرات هل يسكن الجن المسلم جسد الإنسان؟ هناك بعض من يعتقد أن الجن يستطيع أن يتلبس بالإنسان ويسكن في داخله بل ويتحكم في سلوكه يتحكم في نومه في طعامه يتحكم في كلامه يتحكم في رغباته يتحكم في حتى يلهيه عن الصلاة يلهيه عن ذكر الله هل هذا الأمر صحيح؟ أيها الأحبة في مثل هذه المسائل نحن لا يمكن أن نلجأ إلا إلى القرآن القرآن العظيم حدثنا بدقة مذهلة عن الإمكانيات الممنوحة لإبليس وللشياطين وعالم الجن بشكل عام أول حقيقة ينبغي أن تعلمها أخي الحبيب أن هذا الجن سواء كان مسلم أو غير مسلم ليس له سلطان على الذين آمنوا هذا قانون إلهي رجاء الكل يستمع إلى كلام الله ويحفظ هذه الآية إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إذن أنا ينبغي أن أحقق شرطين لكي أبعد عني أي نوع من أنواع الجن الآية تتحدث عن الشيطان هنا أو الجن الكافر لأن الجن أيها الأحبة كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن هو نوعان جن مؤمن وهذا بالعكس هذا صديق للإنسان هذا يستمع للإنسان يمكن أنا الآن وأنا أتحدث بل الآن وأنت تسمع هناك جن مؤمن يستمع ويستفيد ويدعو لك الله طيب أنا من أين جئت بهذا الكلام؟ من القرآن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبة إذن الجن ليست مخلوقات شريرة دائما لا هناك منها الصالحون هناك الخيرون هناك أناس أو هناك جن يريد الخير للإنسان ويدعو للإنسان ويستفيد منه لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة كان نذيرا وبشيرا وأرسل أصلا للإنس والجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبة يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا يعني أنا جاءني خاطر أحبتي في الله ولو أنه خارج الموضوع ولكن فائدة بعض الذين يدعون أنهم ينتسبون لسيد المسيح عليه السلام كاهن معروف ينتقد سورة الجن طيب أنت تنتقد كلام الجن وتقول إن القرآن هو كلام جن هو يقول هذا يقول القرآن يثبت أنه كلام الجن طيب هذه الآية يعني أنت اقتنعت أنه كلام جن لماذا لا تقتنع أن الجن هم الذين قالوا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا يعني أنت تدعي أن الله له ولد ثم تقول إن القرآن فيه كلام للجن طيب صحيح فيه كلام للجن ولكن هذا الجن أو هؤلاء الجن الذين نطقوا بهذا الكلام دمروا عقيدتك حيث تدعي أن الله له ولد وأنه تعالى جد ربنا تنزه الله وتعالى ما اتخذ صاحبة ولا ولدا نعود للموضوع أيها الأحبة الجن إذن ليس له سيطرة على المؤمن الذي يتوكل على الله هناك مؤمن ولكن لا يتوكل على الله وهذه مشكلة أيضا المؤمن الذي لا يتوكل على الله سيعاني من مخاوف ووساوس ومشاكل كثيرة وهذا ما نراه إنسان يتوضأ ثم يقول أنا لم أتوضأ يعيد الوضوء إذا جاء لينام يتخيل وكأن هناك شيطان يسكن فيه كأن هناك جنا يأمره وينهاه ويسيطر عليه ويقول له لا تفعل كذا اجلس قم إلى آخره هذا مؤمن لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم إلى آخره ولكن لم يتوكل على الله إذن فقد شرط التوكل إذن أحبتي في الله الشيطان لا يستطيع أن يتسلط على إنسان فيه صفتان الإيمان والتوكل على الله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه هذا رقم واحد والذين هم به ماذا مشركون إذن هنا أيها الأحبة أنت عندما تؤمن أن إبليس أو أن الشيطان قادر على أن يضرك أن يضرك بالفعل سيضرك وعندما تؤمن وتعتقد أن إبليس لا يستطيع أن يسيطر عليك أو يضرك هو بالفعل كذلك إذن قضية تابعة لعقيدة الإنسان تماما مثل نظرتك لله سبحانه وتعالى هل أنت تعتقد أن الله يغفر لك والله سيغفر لك مهما كان ذنبك وإذا كنت تعتقد أن الله لا يغفر لك لن يغفر لك حتى الذنب الصغير لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث القدسي قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي كيف تظن بالله طيب بالمقابل كيف تظن بالشيطان تظن أنه ضعيف إن كيد الشيطان كان ضعيفا تظن أنه ليس له سلطان عليك تظن أنه لا يضر ولا ينفع تظن أنه كائن منبوذ من رحمة الله إذن هذا هو الواقع وهذا الذي يتحقق إذن السؤال الآن نعود لسؤالنا الرئيسي متى يسكن الجن في المؤمن يعني أنا لدي ملاحظة هنا أيها الأحباب موضوع أنه يسكن يعني هذا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد هذا الذكر في القرآن الذي ورد إني مسني الشيطان بنصف وعذاب مسني مس مس هكذا وليس يسكن لا يوجد مفهوم مفهوم أن الجن يسكن في الإنسان ويتلبس بالإنسان وهكذا غير موجود لا في القرآن الكريم ولا في السنة المطهرة إنما هناك نوع من الناس نستطيع أن نقول استحوذ عليهم الشيطان يعني الشيطان سيطر عليهم الشيطان يمكن أن يسيطر على إنسان أن يخوف إنسانا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه إذن هذا الذي يتخذ الشيطان وليا من دون الله وقدوة من دون الله ويقتنع به ويقتنع أنه قادر أن يضر وينفع هذا بالفعل الشيطان يتسلط عليه يسيطر عليه استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان إذن هنا أيها الأحبة القضية التي ينبغي أن نتأملها طويلا أن موضوع التلبس الجن وأن يسكن هذا الجن بغض النظر سواء كان مؤمن أو غير مؤمن أن يسكن داخل جسد الإنسان هذا الأمر غير منطقي لماذا؟ لأن الجن موجود من حولنا لا دعي أن يسكن فيك أو خارجك هو يوسوس الجن الكافر وهو الشيطان يوسوس للإنسان يتسلط على الغافل عن ذكر الله يتسلط على إنسان بعيد عن الله يوسوس له يخوفه يقول له انظر غدا سيكون هناك مجاعة غدا سيكون هناك حروب بعد فترة في السنة القادمة ستكون حرب عالمية ثالثة يخوف إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليئه المؤمن لا ينظر إلى هذا الكلام الفارغ المؤمن نظره على لقاء الله وهناك مدة سأعيشها قدرها الله لي بعد ذلك سألقى الله إذن أنا نظري كيف سألقى الله بغض النظر عن المدة لأن الأجل الأجل قريب الإنسان مهما لبث في الدنيا هي ساعة من ساعات يوم القيامة اقرأوا القرآن أيها الأحبة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة المجرم يقسم أنه ما لبث غير الساعة واحدة لذلك أيها الأحبة انتبهوا معي الجن لا يسكن ولا يعيش ليس بحاجة أن يسكن أو يعيش لماذا؟ لأنه يرانا ونحن لا نرى إنه يراكم هو وقبيلهم حيث لا ترونهم ولكن في حالة أن الإنسان فقد التوكل على الله فقد الثقة بالله وبدأ يلجأ للدنيا ولأسباب الدنيا سيتسلط عليه هذا الشيطان ويستحوذ عليه وينسيه ذكر الله ويملأ قلبه بالمخاوف من المستقبل فيعيش حياة عيسى طيب ما هو الحل عندما يعني يسيطر هذا الشيطان على إنسان أول شيء ذكر الله لأن أول أول ما ينسيه الشيطان للإنسان ذكر الله استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله الذكر الله هو السلاح الأقوى في مواجهة الشيطان دائما اجعل لسانك رطبا بذكر الله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر هذه الأذكار لا إله إلا الله وحده لا شرك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أذكار كثيرة علمها علما نبي إياها قراءة القرآن أعلى أنواع الذكر هو القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فالقرآن أيها الأحبة ينبغي ألا يغيب عنك لحظة في الليل في النهار اليوم الوسائل المتوفرة على الموبايل تستطيع أن تضع صوت القرآن ليلة نهارا إذن ذكر لا الطهارة السلاح رقم اثنان هو الطهارة الشيطان لا يحب الطهارة يهرب من البيت الذي فيه طهارة تجده في أماكن النجاسة والظلم والفاحشة رقم ثلاثة طبق تعاليم القرآن إياك أن تغضي بالله لأنك بمجرد أن غفلت عن الله ستفعل أفعالا تغضب الله وترضي الشيطان يستحوذ عليك الشيطان كيف أطبق تعاليم القرآن سهل جدا كل ما هو مفيد لي أطبقه الصلاة مفيدة الزكاة الصدقة بر الوالدين مفيد الصيام مفيد التسامح والمغفرة مفيدة هذه أعمال البر والأعمال التي يحبها الله أطبقها أبتعد عما نهى الله عنه الخمر الفاحشة الزنا كذا كذا هذا نهى الله عنه أبتعد إذاء الآخرين أبتعد عنه النميمة أبتعد عنها الغيب أغتاب الناس أبتعد عنه التجسس أبتعد عنه كل هذا يغضب الله سبحانه ويضرني فيه أضرار نفسية تحدثنا عنها طويلا الظن السيء يغضب الله اجتنبوا كثيرا من الظن أن نتبين إن جاءنا فاسق بنبأ فتبينوا وفي رواية فتثبتوا إذن يجب أن لا نظلم الناس أن لا نتسرع بالحكم كل هذا أيها الأحبة يبعد عنك الشيطان لذلك أقول أنا لكل أخ يشعر أن الشيطان يسيطر عليه أو أنه فيه سحر أو أن الشيطان يؤذيه أو يخوفه أو كذا إلى آخره راجع نفسك راجع سلوكك القرآن ميزان الحلال والحرام ميزان طيب أين أنت كفتي الميزان هل أنت في الجانب الحلال أم الحرام هل تطبق تعاليم الله هل تطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام أم أن لديك أخطاء بحاجة أن تعود عنها لديك غفل عن الله بحاجة أن تنتبه عادات سيئة تمارسها تغضب الله سبحانه وتعالى مثل النميمة والغيبة وكذا يجب أن تنتهي عنها وتبتعد عنها وتتركها تماما الدخان يرضي الشيطان التدخين لأنك تدخل مواد سامة إلى جوفك هذا لا يرضي الله الله لا يرضى لأحد أن يدمر صحته الله يرضى عندما أنت تكون في أفضل حال وأسعد حال الله يريد لنا السعادة ويريد لنا الخير ويريد لنا الصحة الجيدة ويريد لنا الحياة المطمئنة لذلك احفظوا هذه الآية أختم بها من عمل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى بشرط ماذا وهو مؤمن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فهو مؤمن هذه المقدمة ما هي النتيجة؟ أثنين الأولى فلنحيينه حياة طيبة رقم واحد هذا في الدنيا طبعا حياة هادئة مطمئنة سعيدة ليس فيها هم ولا غم ولا مشاكل ولا نجزي أنهم رقم اثنين ولا نجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة إذا انضمنت إذا عملت الأعمال الصالحة وأنت مؤمن ضمنت سعادة الدنيا وسعادة الآخرة نسى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السعداء يوم لقائه إنه على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته